فنور الحقيقة مرحبا حضراتكم مرة تانية معنا فنور المدارس الدولية بنسمع كتير من أولياء الأمور وبيبقوا يعني سعاداء جدا لو حالتهم الاجتماعية والمادية بتسمح أنهم يدخلوا أولادهم تعليم احنا مندخل مدارس بريطانية مدارس أمريكية احنا عايزين نبعد عن وجه الدماغ بتاع السنوية العامة احنا هندخل جماعات خاصة في ناس ظروفها بتسبح لكن خلينا نشوف على الجانب الآخر الناس اللي بتدخل أولادها العامة كل المصريين أو معظمهم ونسبة كبيرة منهم عايزين يدوا أولادهم تعليم راقي وتعليم محترم لكن في نفس الوقت يكون في متناول إيديهم ليه صدر قرار وزير التربية والتعليم في الوقت ده بمجموعة من الترخيص لإنشاء أو التوسع في إنشاء عدد من المدارس الدولية هذا اللي احنا نحاول نعرفه مع حضراتكم ومع ضفنا اللي بينوارنا وجوده النهاردة دكتور سامو العصام استشاري تخطيط الاستراتيجي والتعليم وتطوير المؤسسات أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك وكل سادة المشاهدين واسمحيلي في البداية نحن نهني كل المصريين بأعياد القيامة والخمسين المقدسة وقدوم وحلول شهر رمضان المبارك فربنا أعيد كل هذه الأيام بكل بركة على مصر وعلى المصريين كل سنة وكل المصريين يا رب طيبين وكل الخير وهبدأ مع حضرتك ليه دلوقتي القرار ده هو أشوف يا حضرتك الإصدار القراري اللي حصل مبارح من جانب السيد الوزير ده كان بناء على قرارات منظمة للعمل في المدارس الدولية وإطلاق ترخيص المدارس الدولية من سنة 2014 احنا عندنا قرار كبير كل من يشتغلوا بحقل التربية والتعليم هم فاهمينه كويس قرار وزاري 422 لسنة 2014 وبعد كده تم يعني التصدير الحقات عليه في سنة 2017 اللي هو قرار 206 بشأن تنظيم العمل في المدارس الدولية وعندنا مسمى كده اللي أصدره الوزير مبارح اللي هي قبول طلبات الترخيص كانت طلبات الترخيص معمول عليها توقف ما مؤقت لفترة من الوقت من بعد صدور القرار الوزاري للدكتور طاري شاوي في 2017 لغاية مبارح فكان فيه مساعي جيدة جدا وكان فيه دراسة وكان فيه لجنة أشاكلها الدكتور طاري شاوي في لجنة الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بشأن دراسة كل أوضاع المدارس الدولية في مصر طبعا الخاصة ده المسمى الكبير ومنبثق منها المدارس الدولية لأن المدارس الخاصة يتكلم في عربي ولغات مدارس دولية اللي هي بنقول عليها ذاتة طبيعة خاصة سواء بيدرس بريتش سكولز المدارس البريطانية أو الآي جي مدارس أمريكية مدارس كندية أو نظام الآي بي اللي هو الانترناشنال باكالوريا فالموقف دلوقتي أن الوزير صرح من مبارح وصد على الكلام ده سيد رئيس قطاع التعليم دكتور رودا حجازي أني إحنا هنشرع في تنفيذ هذا القرار قرار سيد الوزير إلى حين يعني بشكل مؤقت إلى حين تنظيم العمل والمناهج اسمحي لي كمان في نقطة جميلة عملها الوزير مبارح إحنا عندنا بعض المدارس اللغات اللي هي من كي جي لتولف اللي سنوية عامة ما يبقاش ملاصق لها مدرسة دولية موازية بس يبقى فيها قسم دولي بمعنى أن مرحلة الهاي سكول اللي هي جريت تان إليفن تولف اللي هي أولة وتانية وتالتة سنوي دي بيتاخد بها ترخيص خاص من الوزارة فيبقى مدرسة للغات وبها قسم وليكن مثلا مسمى قسم دبلومة أمريكية لكن هي مدرسة لغات مدرسة عامية جدا لغات بيها قسم دولي ده برضو كان موقوف يعني مش بس إصدار ترخيص مدرسة ككل ترخيص كامل كي تولف من كي جي لغاية سنوية عامة جريت تولف اللي هي تالتة سنوية لا الأقسام كمان المكملة لمدارس اللغات كانت موقوفة أسباب الترخيص دي كانت موقوفة كان إيه لأن كان مشاكل مشاكل مش مشاكلات احنا في نهايات وزراء سابقين كان تم الفحص والتمحيص في مستندات وملفات وطلبات مدارس دولية كثيرة على مستوى مصر لأن كان تشبه بعض المخالفات فكونت لجان من داخل الوزارة متمثلة في قطاع مكتب الوزير الإدارات القانونية للوزارة والمكتب الوزير ثم الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي في الوزارة وده كله تحت سمع وبصر وسائل الإعلام كلها الكلام ده غير مخفي لا ده معل فبالتالي احنا عندنا هنا تصور كامل لما جئت دكتور طارق وأصدر القرار في 2017 بتنظيم العمل وتعديل قرار 422 لسنة 2014 ده كان خطوة أولى ممتازة العمل مبارح الوزير خطوة إيجابية للغاية بعد دراسة أحوال وفايلز ملفات وظروف المحيطة بترخيص المدارس الدولية لأن احنا عندنا مشكلات في ترخيص المدارس من حيث الأمنية التعليمية ومن حيث مطابقتها للموصفات والشروط ومن حيث الجهات المانحة أو جهات الاعتماد اللي بتعتمد المناهج الدولية لهذه المدارس طبعا بالتنصيق مع الوزارة فإحنا قرار دي فيه فترة تنصيقية كبيرة شغالة داخل وزارة التربية وده فيه حراك شغال يعني يمكن المصريين مش فاقدين بالهم هي بس الموضوع ده كله داخل منظومة التعليم الجديد أو نظام التعليم الجديد الإصلاح شامل مش عارفين نفرق قوي لأن يعني هاسأل حضرتك كده يعني أسئلة وأنا متأكدة أن كل السادة المشاهدين دلوقتي عندهم مجموعة من التساؤلات إزاي نفرق بين المدارس دي الفرق بينها حتى في التعليم والخدمات اللي بيقدموها لولادنا إزاي وإحنا يكون عندنا تعليم في متناول إيد الجميع يدينا الخدمات دي زاي أستاذ عاطف من القاهرة مساء الخير أهلا بيك مش عارفين كامل الحمد لله أهلا بيك اتفضل شكرا لك اتفضل يا سوز عاطف أنا عندي أيام الاثنين كانوا في مدارسة خاصة تمام فكانت غلق علي فأنا أعطوهم هما الاثنين حولتوهم لمدارسة تدريدي تمام اتفضلت إن أنا بطفع أكتر أكتر من المدارسة الخاصة لإنه بياخد دولش دمائي المواد وإنه بياخدش دارس عمالة سنة بتبقى وحشة ومديرس في الحصة والكلام ده وفي نفس الوقت ما فيش شرح لازم تاخد دارس عشان المعلومة يصل لك فرقاء وكل نحن زيانا بنتمج المدارس التولية نتمش يوها بالمدارس التجريبي والخاصة لهم وصراحة بياخدش دارس ما دارش يستوى بوليسها بأي حاجة أستاذ عاطف حداك نقلتوهم من المدارس الخاصة للتجريبي عشان ياخدوا نفس الخدمة لكن بسعر يعني المعقول الأقل بسعر بالعكس تمام بشكرك وخليك معنا يعني تابعنا دكتور صام دي مش مشكلة أستاذ عاطف بس دي مشكلة كثيرين 90% من الأولياء لهم هوا شوف يا حضرتك احنا عندنا معيار الجودة في المنتج التعليمي واحنا بنفتقد هذا الكلام من سنوات طويلة جدا ان كتير في مدارسنا بنعاني كلنا كلنا أولياء أمور بالمناسبة يعني بنعاني من جودة المنتج التعليمي سواء داخل مدرسة لغات خاصة أو داخل مدرسة رسمية للغات اللي هي المسمى سابقا بالمدارس التجريبية أو حتى أحيانا في المدارس الدولية ذات المصروفات المدرسية المرتفعة جدا والتي يعني يقبل عليها شريحة اجتماعية معينة عشان هما بس اللي كان أفورد يقدروا يدفعوا المصروفات دي فإحنا قضية تقديم منتج تعليمي هنا راجع لأعول على إيه ضمير المعلم دي كتير في اللقاءات بنتكلم في النقطة دي ضمير المعلم الدور الرقابي للدولة يعني مثلا أستاذ عاطف دلوقتي مشكورا قال يعني شكوى أو مشكلة أو أثار قضية بس ألها بأسطوب راقي ولطيف وخفيف خالص بس هي في الغالب ما بتبقاش كده بتبقى حادة جدا يعني فالموقف هنا لازم يلجأ لإقدارة المدرسة أي أن كانت مدرسة خاصة أو مدرسة رسمية للغات يعني في مدير في كوردينيتور في ناظر في مستشار للمادة في سوبرفايزر اللي هو مختص المادة لازم يلجأ بسرعة للكلام ده لو ما فيش حل في دول لأن أحيانا الدائرة دي بتبقى مقفولة يعني برضو يلجأ للوزارة مباشرة في الإدارة التعليمية التابعة ليها المدرسة في المدرية التعليمية على فكرة الكل يستمع بأمانة شديدة في إدارة العامة للتعليم الخاص والدولي في الوزارة ويتقدم بشكل رسمية وبيبت هذا وفي لجنة وشؤون قانونية بتروح وتحقق كلام ده أنا بقول واقع يعني فيه شغل كويس جدا بس هي المشكلة أني أنا كمعلم أين أين ضميري أين خوفي من ربنا سبحانه وتعالى أين أن أنا بعتبر أن دول أولادي هل أنا بعتبر أن دول أولادي أنا كمعلم بعتبر دول أولادي مشاكل المعلمين بيطلعوها في الأولاد وإذا سمحت لي يعني إحنا لما بنعمل لقاءات وحوارات ونتكلم مع المعلمين هم عندهم مشاكل وبيعرضوها وبيطالبوا ليهم حقوق لكن إيه زنب زي ما حضرتك بتقول الطلبة اللي عنده ضحايا يعني يبقوا ضحايا ممكن يبقى فيه منافسات شريفة وغير شريفة بين استفد المدرسين أو المعلمين وتكالب على الأغز النصيب الأكبر والأوفر من الدروس الخصوصية وفي النهاية الضحية هو الطالب وليه الأمر عشان كده بقى لو خدنا بمرضود هذا الكلام في محاربة الدروس الخصوصية ليس بالكلام ليس بالأقوال إنما بالفعل نظام التعليم الجديد لا يوجد بيه دروس خصوصية على الإطلاق بالرغم إن السنة دي حصل شيء غير معتاد يعني إحنا كناس خبراء في التعليم والتعليم الدولي بشكل واضح وصريح التعليم الدولي أو النظم التعليمية الدولية ما فيهش دروس خصوصية ده فيها عمل مركز طوال اليوم الدراسي ما بين المعلم والأنشطة والمتعلم اللي هو الطالب فبالتالي حتى الواجبات المدرسية اللي إحنا معتدين عليها واتربين عليها كده دي ما اسمهاش واجبات مدرسية دي اسمها براوجيكتز مشروعات كده يعني يكلف بمجموعة براوجيكتز كده ويكلف بمجموعة أسايمنتز مش هوموركس يعني حتى الوجهة دي لابد نظرية التغيير دي تبقى واضحة لنا كأولياء أمور وكمجتمع مصري يعني دي نقطة مهمة جدا في النظام التعليم الجديد في إبداع في كريتيفتي ممكن أنا في لقاءات سواء في سي تي في أو خارج سي تي في ألمحت وأوضحت النقطة دي إحنا عندنا مخاطبة لقدرات الطالب لازم يكون معاها إلزام للمعلم هي يصبقها تدريب وإعداد للمعلم تدريب وبعده إلزام عشان نقدر نضمن أن يكون في سلام التنفيذ في كوماتمنت وفي متابعة ما هو الإلزام ده كمان حضرتك إلزام ومتابعة لازم أنا كوزارة منوط بي المتابعة والمحاسبة مش بس المتابعة إن أنا حاسب أنا مقصر لما لا إن أنا أحاسب وأستبدل بأكثر من هو أكثر كفاءة منه بس خليني كمان أرجع لحضرتك في نقطة أثرتية حتى في الإنترو وحاليا جزئية المدارس الدولية الوزير في 2017 عمل حاجة رائعة دكتور طارق شاوي يمكن بردو كتير من الناس مش عارفة دي أليه أنشأوا شركة خاضعة لوزارة التربية والتعليم اسمها شركة مصر للإدارة التعليمية وهي أختصت بإيه بتكليف من السيد الوزير بمتابعة والإشراف على وحدة مدارس النيل الدولية عندنا مسمى مدارس النيل ده ده أرقى تعليم دولي حكومي خاضع للحكومة في مصر تعليم دولي حكومي طبعا لأن التعليم الدولي الحكومي في جزء آخر سابق ليه حاجة اسمها قسم خاص أو هيئة أو إدارة خاصة اسمها المعاهد القومية في بعض المدارس موجودة في مناطق كتيرة سوى في القارة أو في اسكندرية في داخلها تلات أنواع المدارس لغات بريتش آي جي وأمريكا ديبلوما التلاتة وده تعليم حكومي في نفس المدرسة أيوا في نفس المدرسة في نفس الإطار في نفس الإطار بالضبط طبعا مدرسة أكس لغات مدرسة أكس بريتش بريطاني مدرسة أكس أمريكا وكلهم يندرجوا تحت إنين بالضبط دي اسمها المعاهد القومية معاهد القومية فده تعليم دولي حكومي بمصروفات مقبولة جدا وفي متناول الجميع وده موجودة كتير أولاء الأمور والطلاب ملتحقين بيها يعني أولاء الأمور طبعا عارفينها كويس يعني فيه مدارس بورسعيد فيه الإنجليش سكول في مصر الجديدة فيه فيكتوريا كاليج فيه يعني فيه أماكن كتيرة والأسماء متدرجة ومعروفة وبمصروفات متناول إيد جدا 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 وده تعليم دولي تمام فعشان كده الدولة ما سابتش موضوع التعليم الدولي ده من فترة طويلة الدكتور طارق عندنا مدارس النيل ده من قبل مجي الدكتور طارق مع الوزراء السابقين فأنشأوا شركة مصر للإدارة التعليمية وده معلومة مهمة نقدمها من خلال برنامجكم الموقر إلى كل المصريين شركة مصر الإدارة التعليمية منوطة بالإشراف على وحدة النيل وحدة النيل عاملة بروتوكول شراكة مع جامعة كيمبرج يوكي فأصبح عندنا شهادتين معتمداتين في مدارس النيل الطالب لما بينهي مرحلة الإعدادية اللي هي بنسميها مادلسكول ياخد شهادة معتمدة من كيمبرج دولية يقول إنه أنهي المرحلة الإعدادية بضمان كيمبرج أو باعتماد كيمبرج بكده شهادة بعد المرحلة الإعدادية شكرا يجي خلاص الهاي سكول ياخد شهادة هاي سكول معتمدة من كيمبريج فأصبح الموضوع له ستاندرز له كواليفيكيشن ليه ما بيكونش في يعني حاجة بتقول ان فيه كتير من أولاية الأمور وفيه طلاب كتير ملتحقين بيها لكن برضو ما فيش سبوت لايت عليه بشكل سبوت لايت اسمحي بس احنا معنا مدام سوها من القاهرة أهلا بيك أهلا بيك مساء النور مدام سوها تفضلي الحمد لله أهلا بيك أهلا بيك حضرتك معنا على الهوى فعلا اتفضلي بسألني صورة في مدينة هو أهلا طرحا ندرز دولية اهلا بسيجة تجيب مدارسين تجيب مدارسين مدارسين تجيب لأ معنش لأ معنش لتعديد النسي راسي ما تنسوها معلش يعني صوت مش واضح شوية المدارس الدولية بتجيب مدارسين ايه تعاليني عالي جدا مرمكي أفلا اه نعايد نعايد غير المدارسين المصريين الشاكوميين المدارس المصري المدارس المصري ايه المدارس المصري عالدة تأهيل عالي جدا يعايدين محقومات جنبة جدا على صنع يتحطوا في الكثم الدولي ده مش اي خط بالطراح معنش يعني يعني المدارسة اليابانية شاشة مثل مدارس ده على صنع خاطر المدارسين مم وازلوا على الفرد ممكن اه 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 يعني دخلت بريتش وطنع يعني 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 مقطع بالمص بالطراح بياخد اه يعني اه برد حق وطنع في الآخر بلقع الغير واني السيد غير واخترام المدارسين يجيبهم اه ضدقالهم برضي يعني اه مجم مجم ان المدارس يشترم تالس ويشترم واعي ويشترم رغباته ويشترم كل شيء لان المدارس نفسه بيبدون مدارس راقي مؤهل متعلم تعليم راقي اصلا فانعاد سريعا هكلم ده المدارسين 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 ويختاروا بقى نخضى معينة بصراحة من المدارسين طبعا ليك كل الشكر والاحترام لرأيك بشكرك على مشاركتك ومدخلتك معنا دكتور صامور اه يعني هي قالت حاجة وفي نفس الوقت رجعت صحاحتها كمان بجزئية تانية ليه المدرس المصري وده مش مكانه لانه مش مؤهل او مش بيقدر انه يتعامل في المدارس دي زي ما المدرسين التانيين او المؤهلين او الاجانب وغير المصريين ليهم طريقة معاناة في التعامل مع الطالب احنا كنا لسه بنتكلم في مشاكل المدرسين ومدام سوها رجعت او يكون في نخبة او مجموعة معاناة بيتم تأهلهم وتدربهم للتعامل في المدرسين رأيك حضرتك ايه؟ اهو شوف يا حضرتك عشان احنا بنشتغل في الانترناشنال سكشن قسم الدولي مدارس الدولية بالمقام الاول هي مدارس استثمارية الطالب الواحد بيدفع مبلغ وقدره في المصرفات الدراسية في عدد الطلاب يبقى احنا عندنا صروة من المصرفات المدرسية اهم يميز البراند او المدارس الدولية الكبيرة الاسماء الكبيرة في البلد يعني ان هي بيبقى جزء كبير من الاسطاف نيتفز او او اجانب او فارينيرز ليه؟ لان هو ده المنتج اللي بيقدمه يعني هو بماركت ازاي البرادكت بتاعه او المنتج بتاعه ان سيادتك كواليه امر لما بتروحي تعملي ابليكيشن عشان تقدمي لابنك او بنتك اول حاجة بيستقبلك بيها هي المديرة البريطانية او الامريكية او الكندية هو افر الناشناليتي بتاعتها يعني تستقبل حضرتك من على باب المدرسة المديرة بالفعل او الكوردينيتر يعني وده بيدي امج فده it's a tool of marketing كمان لما حضرتك بتعملي تور داخل المدرسة وداخل الفصول الدراسية وداخل وحدات الانشطة والملاعب بتشوفي تجهزات على اعلى مستوى ممكن بالمقارنة بالمعايير والمقاييس الدولية للتعليم في العالم مش في مصر بس هل معنى ان ده tool marketing ان الواقع الفعلي في اثناء العملية التعليمية بيكون كده ولا بيكون اقل يعني بتفاجئ بغير كده ده مجرد image زي ما حضرتك بتقول ده phase one يعني ده مرحلة اولى جزئية جودة المنتج التعليمي ده اللي انا اشرت اليها في البداية جودة المنتج التعليمي مختلفة متنوعة يا اما المكان ده عنده ادارة قوية وعنده اكاديميكس قوي جدا يعني عنده اكاديميين اقوياء يقدروا يبلوروا ال image او الماركتنج ده بصورة اكاديمية قوية جدا يبقى انا هنا كسبت اتنين يعني انا بدفع فبستسمر احنا دايما نقول احنا لما بندفع لأولادنا في المدارس الدولية مصروفات باهظة او غالية احنا ده بنسمي investment ده استثمار فالاستثمار ده بدل ما احطه في بانك او اكاونت او واتفر انا بستثمر عشان ابني او بنتي يحصل على قدر كبير من التعليم الراقي والتعليم المتميز بمبالغ طائلة طب قبل ما نلقل على نقطة تانية من نقطة حضرتك وفي التقرير اللي احنا عرضناها وشفنا رأي الناس في الشارع يمكن هكسمعت معانا احد اولياء الامور هو بيقول هي مش فرقة واحد يعني وصلنا لمرحلة النهاردة رغم ان الناس بتدفع عن مبالغ كبيرة ممكن يكون فيه طبعا بعض الفروق لكن ليه الناس وصلت لمرحلة انها تقول مش فرقة هاخد اجابة حضرتك بس معانا استاذ جورج من القاهرة اهلا بيك اهلا بيك مساء النور لو سمعت كنت عايز بس اعرف يعني بعد المرحلة العذابية ايه اللي ممكن ان طالب يدخله خلاف السنوية العامة نحس يعني نهرب من من موضوع الضغوط على السنوات العامة وكون نفس المستوى يعني فيه نسمية على حاجة اسمها مؤسس تغبور وفيه مبالس داخلية تانية وفيه حاجة كتيرة بس يعني يعني تباصيل عنها اللي ممكن بعد المرحلة الاعدادية اه تمام شكرا لحضرتك استاذ جورج وستاذ فتحي من عين شمس اهلا بيك اهلا بحضرتك استاذ حضرتك استاذ هاد الحمدلله اهلا بحضرتك تفضل وكل صلوات طيبين واشكروه للأستاذ اللي قاعد بصاله استاذ حضرتك وحضرتك بخير دكتور صامحون تسمعك اه انا حضرتك ابني وبنتي يعني خليني ابني عشان بيت خلاص راحة الكلية في مدرسة تجربية لغات احمد اسمها دي مش اسمها تفضل يعني حتى بغض النظر عن اسم المدرسة ممكن حاجة تقول بس المشكلة او التجربة واحنا معايك هالجاوم المشكلة ان هما في المدرسة حضرتك ما بدوناش اي دروس واحنا كل الدروس خارجية برا يعني كلها كلها خارجية يعني المدرسة ما بدوناش حاجة ولا بتعلمناش حاجة ولا اي حاجة غير نروح نمتحن فيها فقط لا غير طب وبعدين وبعدين ونرجع نعاني عانينا كتير عشان الواحد يعلم ابني عانينا كتير المشكلة جات حان يمتح حضرتك ويرجعوا يقولوننا الغيابات بتاعات الاصفاء طب علموا اولادنا في الدروس طب انا ابني بيلزل كل يوم باخدتنا طابعة دروس يعمل اي تاني يعمل اي تاني يروح المدرسة قاعد المدرسين ما بدوناش حاجة فانا مش عارفين نحلها ازاي حابتك منطبلك عالدين خن نروح المدرسة ولا مروحش المدرسة يعني نعمل ايه طيب طمام انا يعني باشكر حضرتك على مدخلتك ودي مش مشكلة يعني حالك لوحدك يا أستاذ فاتحي يعني مرة تانية ممكن اشتكي وما لقيش استجابة وابدأ ازاي والتدرج وما فيش وقت وازاي ممكن مدرسة تسمح ان يكون فيه مدرسين متواجدين يا ما يدخلوش حصاصهم يا بيدخلوا ما يشرحوشهم يعملوش حاجة مقابل ان لازم اخد درس بر هو بس فيه سؤال صغير ردا على استاذ فاتحي فضل هو حضرتك كوالية امر انا كان نفسي بس ان انا كنت اسأله لسؤال ده حضرتك كوالية امر وقارب الفصل الدراسي والسنة الدراسية على الانتهاء تماما واحنا في اعمال الامتحانات دلوقتي حضرتك الشكوى دي اظن مش وليدة اللحظة ولا اليومين دول دي اكيد من بداية العام الدراسي حضرتك ايجابيا عملت ايه مع ادارة المدرسة ثم الادارة التعليمية ثم المدرية ثم الوزارة هل حضرتك وبقى اولئة الامور المتضررين من هذه الامور كلها هل اخدتوا خطوات ايجابية وصعدتوا شكواكوا واحتجاكوا ده للمسئولين ولا حضرتك اكتفيت ان انت تقولهن على الهوى انا عايز اقول لحضرتك انه وارد جدا ويكونش اكتفوا بده لان احنا احنا في اخر الترم فاكيد كان فيه خطوات مسبقة دي واحد فيه ممكن يكون بعض اولياء الامور عندهم مخاوف انهم ياخدوا الخطوة دي لانه بده خافين على اولادهم يعني انا بحسبها من ناحية اعمال السنة تعنت يحصل تعنت تب هعمل ايه فابتدي اتراجع لاني خايف برضو على ابني ممكن ادارة المدرسة نفسها اسمحيلي اقولك دي بشكل او باخر ممكن تكون مستبعدة بس هي تبقى مشكلة معيار الضمير عند السادة المعلمين يعني في بعض المعلمين بتصور لهم انفسهم ان عدم بزلهم اي مجهود داخل الفصل الدراسي يبقى بالتالي الطالب مجبر ان هو يخرج يجي للمعلم ده او يتابع المعلم ده في الدرس الخصوصي يعني طبعا ده مفهوم ديق جدا 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 وده الى زوال انا بأكد هذا مع حضرتك هذا الوقت القادم الى زوال القادم افضل بكتير جدا لان احنا الهيمنة والسيطرة بالاسلوب ده هذا ليس منتج تعليمي احنا ترتبنا تعليميا على مستوى العالم متأخر جدا جدا وده اللي اعترف به الدكتور طارق واعترف به كل العاملين في الوزارة المعنيين بتطوير التعليم مع الدكتور طارق فاذا الدكتور طارق في الاول اخر ده مواطن مصري نفسه يعمل حاجة بس لو لقى ان الحرب شرسة للدرجات دي وما فيش نية للتجاوب والتعاون والتغيير الرجل هيتقدم يعني مش اقول باستقالة ولا باعتزار لكن هتقدم بشكر للمصريين وللسيد الرئيس واقول له انا حاولت بس ما قدرتش فاحنا بنعمل ايه؟ شعزين احنا اللي بنقاوم دا احنا نفسنا بنقاوم اسمحيلي اقولك مفاجأة حلوة كمان عشان نرجع بس الباقي الاستفسارات بسرعة عشان وقت حضرتك والسادة المشاهدين دكتور طاري امبارح بصدد القرار اللي اصدره كان قال تصريح لطيف انا عجبني رد على صفحته على الفيسبوك انا متابع جيد لي يعني فقال حملات التشهير اللي حصل علينا الحملة الشرسة دي اقول ان احنا بنشتغل طبقا لمعايير واهداف قومية واحنا لقينا انا باختصر بس لقينا ان اعداء التطوير من ذوي المصالح باللفظه استخدموا كل الاساليب للتضليل وتشويه كل جهد وكل فرض يعمل في هذا الملف وللأسف يتواجدون في كل ركن بما في ذلك المحسوبين على وزارة التربية والتعليم وفي قديم مش كده برضو طبعا الرد ده وفي جدا ده بشهادة وبتصريح السيد وزير التربية والتعليم يا رجل بيعترف ان في ناس بتوقاهم التغيير والتعديل والنظام الجديد بما فيهم المحسوبين استاذ فاتحي والأفاضق بيتكلموا فيه طبعا يعني المعلم ده المعلم ده مش محسوب على وزارة طبعا المدير مدير الإدارة مدير المدرسة وهكذا طبعا احنا بنشككش في نوايا الناس لكن عندنا نفوس ضعيفة جدا بتوسيء الى المنظومة بالكامل يعني اي عمل ايجابي بيتم بيقاوم بكل هذه السلبيات لما تلاقي ولي الامر بيتكلم كده وبيشكو كده ده مش واحد بس ده مئات الالاف بل الملايين طب رغبا احنا في نهاية الترم لكن نقدر نعمل حاجة يعني لو خلينا نقوله سيد فاتحي مرة تانية الخطوات اللي ممكن يعملها اعتقد ان لازم الموضوع ما يبقاش تحصيل حاصل يعني هو ومجموعة من اولياء الامور مش هو بمفرده يتوجهوا للسيد مدير المدرسة ويسجلوا شكوههم دي في شكوة رسمية معنوانة ومدرجة ومطرخة ويتقدموا بذاتها هي شخصية بالصادر بتاعها لان لما ادارة المدرسة تستلم يبقى فيه دفتر صادر وارد تستلم منهم الشكوى دي ويتوجه على الادارة التعليمية وعلى سيد مدير الادارة التعليمية التابع لي المدرسة وبنفس الكلام يتوجه لمدير التربية والتعليم بالقاهرة اللي هو سيد وكيل الوزارة وادارة التعليم الخاص وادارة التجريبيات في المدرية احنا جوه الإدارة وجوه المدرية وجوه الوزارة عندنا إدارة مختصة بإدارة المدارس التجريبية اسمها إدارة التجريبيات دي منوطة بمنقشة كل ما هو أمر سابق ولاحق وآني ومستقبلي للمدارس التجريبية أو الرسمية للغاية على المستوى الجمهورية داخل الوزارة الأقل منها داخل المدرية الأقل منها داخل الإدارة التعليمية لكن في إدارة ومدرية ووزارة في جهة مختصة أو قطمة مختصة يستقبل الشكل هل دي شكوى فردية ولا شكوى جماعية يعنونوا هذا بشكوى جماعية مترخة ويقدموها وياخدوا رقم صادر بيها عشان ده حق أصيل للمواطن المصري هو ليه الأمر ده والطالب ده مش ليه حقوق على البلد مش من حقه يتعلم كويس بشكل كويس مش بيدفع مصروفات مدرسية ملتزم بيها يبقى إذن إحنا أمام معضلة حق المواطن فين ولو يعني كله ده لم يستجيب هيلائي قطاع مكتب الوزير بيستقبله هيلائي الشؤون القادونية في الوزارة بتستقبله هيلائي مستشار الوزير القانوني الشخصي ودرجة المستشار رئيس محكمة بالمناسبة يعني بأمانة شديدة بأمانة شديدة يعني تقدر تصعد الموضوع لأعلى درجة جدا موضوع المصروفات أنا حابها برضو نتكلم حضرتك لكن أستاذ مجدي من القاهرة معنا أهلا بك أستاذ مجدي مساء بخير حضرتك طيب أهلا بك أنا عندك أنت برضو من موضوع الدروسي الخصوصية طمام تفضل ومجموعات في نفس المدرسة طب ازاي يعادوا في المدرسة حد الساعة واحدة ما يأخذوش أي حاجة الحصوصة الرسمية وبعد الساعة واحدة تبقى في مجموعات داخل المدرسة المجموعات دي يعني المدرسين بيحسبوها أنها دروس خصوصية ولا مجموعة تقوية لأنه برضو دي بتفرق أنا مع حضرتك أنه الطالب يفضل قاعد من الصبح لغاية الساعة واحدة ما يأخذش حاجة وما يدرسش حاجة وبعد واحدة يأخذ دي لواحدها مشكلة كبيرة دروس يعني حصوصة تقوية بفلوس دي بعد اللي بيأخذه فيه البعض لا بيأخذش دي بعد اللي بيتستفادش أستاذ مجدي ممكن تخليك معنا ما تقفلش دكتور ساموال حابب يتواصل معك مساء الخير أستاذ مجدي هو طبعا الموقف ده اسمه تقصير في أداء عمل يعني الكلام ده يحسب عليه السادة المعلمون والسادة الإداريون والسادة المنوطين بإدارة المدرسة فالشكوى بتاعة حضرتك دي لازم تقدم بشكل رسمي إلى المسؤولين عن هذا الأمر سواء في الإدارة التعليمية أو في مدرية التربية والتعليم ده تقصير في أداء العمل الرسمي هذا الموظف هذا الشخص أي أن كان موقعه هو إيه هو موظف الدولة اعتبرته في هذا المكان مسؤول فده واضح وصريح تقصير مباشر في أداء مهام عمله فلازم حضرتك لا تقتصر شكواك على البرنامج أو على الهوى مباشرة إنما صوتك كده طبعا بيوصل بيوصل للمسؤولين بيوصل لمتخز القرار وكله بيسمعك ولكن حضرتك كن إيجابي من فضلك وأنا بستأذن حضرتك بستأذن كل أستاذة أولي الأمور كن إيجابي وتقدم بشكوى رسمية ده تقصير في أداء عمل لا يا فندم عمل جماعي ده مش فردي حضرتك هذه شكواك ما أنا بكرر عشان كده مع أستاذة هيبة هذه ليست شكوى فردية هل سيادتك الوحيد المتضرر من هذا الأمر ولا فيه آخرين أولياء أمور متضررين ما المجموع ده كان طالب يا فندم ما المجموع ما بصف طالب ما بصف طالب ما بصف طالب ما بصف طالب تضرر حضرتك يا فندم تضرر حضرتك من هذا الأمر حضرتك بشكل فردي بس ولا فيه ناس آخرين أولياء أمور متضررين زي حضرتك مع أولادهم يا فندم احنا بضيع وقت الطالب إنه حد الساعة واحدة في المدرسة الرجل ما بياخدش أي أستاذ مكدي أستاذ مكدي دكتور صامو ليقصد إن حضرتك بتشتكي من إنه بيضيعوا وقت الولاد لغاية الساعة واحدة وبعدين بيقعدهم عشان يدوم مجموعات تقوية أكيد فيه أولياء أمور لطلبة تاني يعني زميل ولاد حضرتك عندهم نفس الشكوى دي فهو يقصد إنه تعمله شكوى جماعية شكوى رسمية جماعية حضرتك تمضي عليها ومجموعة من أولياء الأمور فيكون لها ثقة للشكوى يعني يحسوا إنه لا ده مش وليه أمر واحد اللي عنده مشكلة مع مدرس فممكن يكون بيقول أي شكوى أو بيتجنى عليه مثلا أو بيتجنى عليه لكن أنت مجموعة من أولياء الأمور بتعانوا من أزمة كبيرة وعملتوا شكوى جماعية هنا إن شاء الله أكيد ويكون في رد عينيزوا حصة التفنية يخذونا على المدارس وما درس ما بناخدش حاجة تمام لا لا يعني أعتقد أن يعني دكتور صغير بيأكد إيجابية أن ده هيكله رد وبعدين حاك تقدر تصعد الشكوى بتاعتك زي ما دكتور بيقول ممكن توصلها لغاية مكتب الوزير لو ملقيتش رد من الإدارة ومن المدرية توصل بيها للوزارة إن شاء الله يكون ليها رد يعني لأن زي ما حضرتك متابع معنا في الحلقة أكتر من مدخلة كلهم بنفس الشكوى عدم الشرح ودروس الخصوصية شكرا لحضرتك شكرا جدا على مدخلتك طيب كان معينا أستاذ جورج بيسأل ممكن يعمل إيه مع أولاده بعد المرحلة الإعدادية يدخلهم فيه لو مش عاوز يدخل متاهات السنوية العامة العادية بالزبط إحنا عندنا نظم تعليمية دولية عندنا النظام البريطاني للتعليم اللي هو الـ IG عندنا النظام الأمريكي للتعليم عندنا النظام الكندي للتعليم ويمكن ده أقلهم شيوعا المصريين يعني مش مقبلين عليه فيه حاجة بتادي تبقى أكثر انتشارا دلوقتي اللي هي الـ IB الـ International Baccalaurea وده برضو لسه بياخد وقته لكن عندنا مدارس IB تابعة للحكومة تابعة للوزارة مدارس IB تابعة للوزارة على غرار المدارس البريطانية والمدارس الأمريكية وإحنا دلوقتي في وحدة مدارس النيل دي عندنا تدرج من K12 يعني عندنا من KG ل 12 فمدارس النيل منوت بإنشاء 25 مدرسة في وقت قياسي يعني فيه خمسة أفتتحوا في العام الدراسي ده وبعد كده على خطط يعني على مراحل فيزيس يعني يستوعبوا بقى عدد أكبر من KG لسه بقى بدين بKG وتدرجوا طبعا بيغزوا كل المناطق يعني دلوقتي فيه دميات وفيه السادات وفيه المينيا وفيه لقصر على ما أذكر يعني ففيه تدرج حلو جدا 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 فيه في أسيوت لكن فيه منهم حاليا حاجة ممكن تقبل بعد المرحلة الإعدادية لا لسه يبقى لسه من البداية فيه المدارس النيل اللي هي القائمة من قبل كده قبل المشروع بتاع شركة مصر الإدارة التعليمية بس قصة أن يبقى فيه تحولات عليها دي لها ضوابط قوية جدا يعني فيه امتحانات للطلاب فيه امتحانات لأولياء الأمور المتقدمين عشان الموضوع مش راندم لكده الموضوع ليه ستاندرز معين لا والأولياء الأمور والطلاب استعدوا لده مديا الموضوع هيكون في المتناول إدي هو في المتناول هي مديا في المتناول وكمان قيمة تعليمية مضافة قوية جدا value add قوي جدا جدا اسمحيلي كمان سيادة كنت عايزة توثيري وزئية المصروفات هنا عندنا قرار للتربية والتعليم بزيادة نسبة المصروفات يعني قرار وزاري لزيادة نسبة المصروفات في المدارس الخاصة للعام الدراسي 2018-2019 وده قسموا إلى شرائح أول شريحة زيادة بنسبة 25% للمصروفات أو المدارس المصروفاتها أقل من 2000 جنيه و20% ل2000 إلى 3000 و15% من 3000 إلى 5000 و10% من 5000 إلى 10 000 و7% من 10 000 فما أكثر يبقى فيه الوزارة نظمت وقننت نسب الزيادة للمدارس سواء اللغات اللي هي العربي واللغات أو الدولية الدولية انطبق عليها الزيادة اللي هي 7% لأن هي من 10 000 فما أكثر طبعا المدارس الدولية مش 10 000 خالص من حق أي مدرسة أنها تزود أكتر من النسبة دي على أولياء الأمور بأي شكل من الأشكال؟ بأي شكل من الأشكال داخل بعدها بقى تكاليف الأنشطة وتكاليف الباصز اللي هي الانتقالات دي مكملة له وبرضو دي الوزارة حددت الشرائح بتاعتها والكتب المدرسي يبقى يزيد عليها 3 شرائح تانية شرائح الكتب شرائح الباص أو الانتقالات وشرائح الزي المدرسي كمان قبل ما انسى يعني الزي المدرسي والكتب والتكاليف الباص أو الانتقالات فيها حاجات اختيارية زي الباص مثلا ممكن أولياء أمور مش هتشترك فيه وأحيانا الزي بقى مش إجباري بالضبط فإحنا بنتقلم في الأساسي اللي هو مفارس المدرسة والأساسية والكتب طبعا ده أساسية دي الزامية ناخد مدخلة مدام مجدى بعد إذن حضرتك من الفيوم أهلا بيكي مدام مجدى أهلا بيكي مدام مجدى بس النور أهلا بيكي تفضلي أهلا بيكي أهلا بيكي فهي المدارسة اللي في الفيوم اللي هي في متناول يعني العدل أنا في مدارسة خاصة ومتسدى برضه على دروس ومدارس وكده فإيه المدارسة اللي يكون برضه اللي أنا محصل على أولاد تعليم خويف وبرد أطلع عوضية تعليم خويف ومتعلمين خويف أكيد لا مرسي بس أكيد رسمية للغات أنا مش متأكد في معاهد قومية في مدارس سبع المعاهد القومية في الفيوم ولا لا مش متأكد لكن رسمية للغات التجربية ده 100% موجودة أكيد موجودة طبعا وحضرتك ممكن أن تنصح بيها جدا طبعا يعني بس هو الشكوى حتى فيه ناس جاية تشتكي من التجربية للغات وديه كيانات متميزة ومدارس المستقبل وديه كيانات حكومية تابعة للوزارة فأرجو من أولا الأمور يكونوا إيجابيين أكثر من كده هما جاين بيشتكوا دلوقتي بعد ما السنة خلصت كانوا فيه من أول السنة ممكن يكونوا شتكوا يا دكتور سامول يعني إحنا نهاردة زعلان لزعلهم متضرر لزعلهم كده من القلب فالناس تتكلم لكن ممكن يكونوا تكلموا معنا دلوقتي بعد خطوات خدوها طول السنة ممكن يبقوا مش عارفيني إزاي يساعدوا كمان الشكوى بتاعتنا بالمناسبة دي بقى أحيانا إحنا يبقى المساري اللي المفروض نمشي فيه في شكوانة ضيق الأفق يعني نفسنا قصير إحنا كمواطنين يعني لا الموضوع محتاج تكاتف ومحتاج إيجابية عشان صوتك لازم يوصل وشكواك لازم توصل لإني المسؤول ملزم هذا من مهام عمله الأصيل ملزم ببحث شكواك أي أن كان المسؤول دمين في موقع إيه بلاش أقول ما هو علي وعلى غيري لأن الكلمة دي برضو بتطلع من أولياء أمور اللي هي طب عاملي ما كلها أولياء أمور متضررين السلبية هي هنا حافظ مش لطيف خالص يعني أو شعور مش لطيف فعشان كده بنقول الإيجابية والتوجه أو التحرك وما يبقاش ولي الأمر بمفرده لأن الشكوى الفردية سيادتك أشارتي ليها أنه ممكن تكون في ضغينة ما أو في موقف ما بيني وبين المعلم أو أحد الإداريين في المدرسة ويبقى ده موقف إصاد موقف لكن لما يبقى شكوى جماعية ده مش موقف فردي فيبقى المتضررين مجموعة من أولياء الأمور لأولادهم مش شخص معين لابنه أو بنته فهنا التحرك لازم يبقى جماعي عندي مشكلة في العملية التعليمية طبعا أنا بتحرك على أساس أنه مش مشكلة فردي تجودة العملية التعليمية وفي طريقة أداء المنتج التعليم وتقديمه يبقى إذن هنا فيه خلل لابد أن المسؤول يتحرك عشانه وإلا الكل تحت المسألة الكل بلا استثناء تحت المسألة بما فيهم طبعا طيب أستاذ فرح من الأليوبية أهلا بيك مساء الخير يا رفادي مساء النور أهلا بحضرتك تفضل بالوقت حضرتك أنا عندي شاء في الوقت بنتي تلك عدالي منازل وكنتح اليوم الخليج بالجاء إن شاء الله إن شاء الله وحبا لك حضرتك المنازل المنازل اللي تنزل اللي هي بتاع المنازل مزين بتاع الجزء من الحضور بالضبط طيب دائم طعب النازل دائم إن شاء الله حاجة ومزين بتطيق ولا واقف الدروس ولا أعرف أي حاجة دكتور صمو أهلا بسأله عن حاجة أنا بس مع حضرتك يا رفادي أهلا بسأله من ساخر أنا ساخر حضرتك بنت حضرتك طيب حضرتك قلت إنها منازل أنا بس يعني كنت بسأل دكتور صمو عشان يقدر يجاوب حضرتك إجابة وافية إذا كان حابب أنه يكلمك أو يفهم منك أكثر مساء الخير يا سيد فرح مساء الخير يا سيد فرح من فضلك هو في المدرسة نفسها كإدارة مدرسة أو في الإدارة التعليمية في تقديم الاستمارات وتحديد موعد الامتحانات والمتابعة هل حضرتك تبعت مع إدارة المدرسة أو مع الإدارة التعليمية هل في مساعدة بشكل أو بآخر مقدمة من المدرسة أو من الإدارة التعليمية لأبنائنا وبناتنا اللي هم بيمتحنوا في نظام المنازل السيد فرح السيد فرح حضرتك سمال حضرتك تواصلت وحاولت أنك تفهم الإجراءات أو المطلوب للمتحان المنازل من إدارة المدرسة أو الإدارة التعليمية سواء لحضرتك سواء من حضرتك سمالي حضرتك بنسمعك تفضل سواء لحضرتك نفس الانتحانات متاع تلفع بها دي ما هي المنازل نفس الانتحانات متاع تلفع بها دي ما هي الحضور طب هي منازل كانت بتاخد دروس في حد بيذكر لها بيشرح لها ولا إيه اللي كان بيعوضها عن المدرسة أكيد دروس يا أستاذ فرح حضرتك كنت بتدي للبنت دروس يعني عشان تفهم وتعوضها عن المدرسة طيب الخط هو طبعا اسمحي لي بس في جزئية المنازل فضل نحن عندنا نظام في التربية والتعليم متعرف عليه من فترة طويلة أن طالب المنازل يعني مسئولية المدرسة أو الكيان التعليمي أو المؤسسة التعليمية في انضباط حضوره في العملية الامتحانية التزامه بالحضور في العملية الامتحانية وهو الكلام ده كله أعتقد أني متعرف عليه كمان أني في طالب المنازل هو بيعتمد على مصادره الشخصية وعلى درسته الشخصية وعلى قدراته أنه يحصل سواء بطريقة شخصية بحتة أو بمساعدة من المدرسين خارجيين نفس الامتحان يا دكتور سامويل يعني هو صور صارح كان بيسأل الامتحان اللي هيجي لطالت عدادي الناس العاديين جدا الانتظام هو اللي هيجي للمنازل مؤصفات الامتحان لطالب المنازل لا تختلف كثيرا على الطالب العادي ولكن بيبقى فيها مرعاة أنه لم يحضر قبل كده في فصل دراسي منتظم يعني في عملية تعليمية منتظمة ولكن المفروض متعرف على الكلام ده أنه بيبقى فيه اجتماع لأولياء الأمور اللي أولادهم ملتحقين بنظام المنازل وتوضيح الرؤية ليهم وتوضيح السيستم وتوضيح طريقة الامتحان وطريقة التعاون ما بين المؤسسة التعليمية سواء المنطبية هي المدرسة أو الإدارة التعليمية أو المدرية مع أولياء الأمور فواضح أنه ده ما حصلش التواصل ده أو الربط ده ما حصلش واضح جدا يعني كله بيعتمد على معارفه على علاقاته على خبرات سابقة فمن الواضح أنه طبعا المواصفات الورقة الامتحانية لا تختلف كثيرا بس هي المشكلة أنه هو واضح دلوقتي داخلين على الامتحان ومن بداية العام الدراسي الموقف ماشي ازاي ده اللي أنا بعول عليه على فكرة من أول كل الاستفسارات يعني أين أنتم أحبائنا الغاليين من بداية العام الدراسي ما أستاذ فرحة بيقول مين ياخد بأدين طلبة المنازل مين يقف جنبهم يتوجه فورا للإدارة التعليمية فورا للإدارة التعليمية البنته ملتحقة بالمدرسة هتساعده في أكتر من حاجة يعني هتشرح له نظام الامتحاني للمنازل نظام وضع الأسئلة المناهج تدي له موديلز أو تدي له نمازج امتحانية للمتحانات مثلا يعني أو ترشح له حتى بعض الأسئلة المتخصصين أن هم يساعدوا الأبناء فده أظن ده حتى لو تعامل بشكل رسمي ده ممكن يتعامل بشكل ودي وفيه ناس كتير جدعان يعني ويقدروا يعني يقدموا مساعدات لطيفة زي كده يعني فهو الموضوع مش معقد أوي كده ومش صعب أوي كده الموضوع أبسط من كده بكتير فيريد بس هو يبادر بسرعة للسؤال في الإدارة التعليمية طيب أخذ مع حضرتك سؤالي الأخير يعني نعرف أن فيه تليفونات كتير وفيه تساؤلات كتير جاية لحضرتك لكن لأسف وقت الفقرة انتهى المدارس الدولية وبعد قرار بفتح ترخيص المدارس لها وده هيقول أن فيه زيادة في الفترة الجاية في المدارس المدارس دي هتغضى على إشراف وزارة التربية والتعليم ولا للجهات والمنظمات والدول التابعة عليها فقط لا هو ما عندناش لجهات ولا منظمات ولا دول تابعة عليها الكل تحت ما ظلت وزارة التربية والتعليم المصري لمدارس أمريكية بريطانية الكندية مسماها فقط لكن الخضوع الأول والأخير للتربية والتعليم ده موضوع منتهي وأي شك وتخص هذه المدارس تكون لوزارة التربية والتعليم طبعا وأقول لها حقيقي انفراد كمان احنا فيه بروتوكولات تنظم العمل للمدارس الدولية بروتوكولات للمدارس البريطانية والأمريكية حتى نظم الالتحاق بالامتحانات مثلا في الدبلومة الأمريكية عندنا امتحان مشهور جدا اللي هو امتحان الساة الـ SAT وامتحان آخر دولي بس لسه لم يطبق في مصر اسمه امتحان ACT ده نسمها امتحانات قبول مؤهلة للاتحاق بالجامعات حتى البروتوكولات تضمنت مثل هذه الامتحانات يعني مش بس بروتوكولات الوزارة نظمت علاقة المدارس الدولية بالوزارة وهيئات الاعتماد لان مدرسة بريطانية يأما خاضع لكيمبرج شراكة مع كيمبرج يأما شراكة مع ايدكساليا يأما شراكة مع اكسفورد كل دي كائنات بريطانية يأما هيئات الاعتماد أمريكية ده بيطمن أولياء الأمور اللي أولادهم ملتحقين بالمدارس دين في الأول والآخر هي تبع لوزارة التربية والتعليم لكل أولياء الأمور اللي بيفكروا وبعد تلتة عدد يمكن يدخلوا أولادهم أعتقد دكتور سامون النهاردة يعني يجاوب على حضراتكم بأن فيه إمكانية ندخل مدارس دولية لكن خاضعة أو حكومية يعني برضو خاضعة لوزارة التربية والتعليم بمصرفات أقل أي حد عنده شكوى بخصوص المدارس الدروس الخصوصية التأثير في العملية التعليمية فورا يتوجه ويريد تكون الشكوى جماعية تتوجه بيها لإدارة المدرسة الإدارة المدرية أو حتى لمكتب الوزير شخصيا دكتور سامون العصام استشاري تخطيط الاستراتيجي والتعليم وتطوير المؤسسات نورتني وشكرا مرة تانية لوجودك معي مرسي لحضرتك وشكرا لحضرتك وكل السيدة المشاهدين شكرا لك خلونا نخرج دلوقتي مع حضراتكم الفاصل ونتابع بعض عمليات التطوير والعبور بالتنمية لسيناء وبعدها نرجع نفتح ملف التنمية في سيناء الحقيقة بال